الحزم مركز محافظة الجوف في قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية في ذكر انطلاق عاصفة الحزم وبعد خمس سنوات من التدخل العسكري المباشر لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية في معركة اليمنيين ضد الانقلاب كانت الحصيلة تقدم الحوثيين في جبكات القتال الغربية من الجوف والسيطرة مجددا على اكثر من نصف مناطق المحافظة بعد معارك عنيفة بين الجيش الوطني المسنود برجال القبائل وميليشيا الحوثي استمرت لاكثر من اربعين يوما التطورات العسكرية الاخيرة بالجوف كاشفت عدم جدية التحالف العربي في معركة استعادة الدولة اليمنية واسقاط الانقلاب حيث كان خيار الحسم العسكري ممكنا بالنسبة لقوات الجيش الوطني التي وصلت طلائعه خلال الاعوام الماضية الى اطراف صنعاء لكنها توقفت يقول مراقبون ان سياسة التحالف وادارته الخاطئة للمعركة ابقت جبخات الحرب مفتوحة ومتوقفة في الوقت ذاته في محافظات يمنية عدة بينها الجوف علاوة عن تفرغ السعودية على رأس التحالف لدعم وحدات والوية عسكرية انشئت لغرض خماية حدودها الجنوبية مع اليمن وحسبه خارج نطاق المنطقة العسكرية السادسة التي تتخذ من الجوف مقرا لها اذ تم اضعاف قواتها مبكرا وسحب افرادها الى الحد الجنوبي بعد اثقارها من امكانيات حسم المعركة مع الميليشيا وقطع مرتبات منتسبيها لاشهر طويلة وهو مفسره مراقبون بانه انحراف في الاهداف التي جاء من اجلها التحالف وانطلقت على اثرها عاصفة الحزم في السادس والعشرين من مارس اذار الفين وخمسة عشر يأمل اليمنيون جميعا ان يعمل التحالف على تصحيح مساره الذي انحرف كثيرا عن الاهداف المعلنة وهي دهر الميليشيا الحوثية وتمكن الحكومة الشرعية من المؤسسات ومن الارض خمسة اعوام من امطلاق العاصفة لكن امال اليمنيين في استعادة دولتهم من قبضة ميليشيا الانقلاب المدعومة من ايران تعثرت وتراجعت مع استمرار مصادرة القرار السيادي واحتجاز الرئيس والحكومة خارج البلد للعام الخامس في الوقت الذي استغلت فيه ميليشيا الحوثي عامل الوقت وعملت على تطوير قدراتها العسكرية لتصبح قوات الشرعية اليوم في موقع الدفاع عنا تبقى من كيانها الاخير في مأرب بعد خسارتها للجوف ما يضع تساؤلات كثيرة عن جدية التحالفات في معركة اليمنيين وهل يصدق التحالف في دعمه لعودة الشرعية واسقاط الانقلاب ام ان تفاهومات القنوات الخلفية بين السعودية وجماعة الحوثي ستخرج الى النور وتثمر واقعا اخرى وشيكا علي الجرادي قناة بلقيس مأرب